دي خصة صعبة جدا عشان النجاح ليك زعب الفشل لقيت يا كابتن هاني لأسف لكن أنا بتكلم في فكرة كمان طبعا الأسئلة دي كلها توجه للمعني برئاسة اللجنة الخماسية الدكتور عمر الجناني أكيد لازم يرد علينا هو يعني باختصار كده لازم يطلع ويرد على الأسئلة دي لأن انت في الآخر يعني انت بتضر مستقبل شباب حلمهم كان كبير وانت في الآخر منتخب الشباب ده بيصب فين في الآخر بالصبب منتخب الوطني وسمعتك واسمك وربيع وعياسين ده الاسم الكبير ده بيعمل أدوار مش أدواره خالص بيقوم بدور بعدة أدوار مش دوره خالص انه يأكل ده وشرب ده ويدعم ده نفسيا ويجري ورده ويستنى ده تحت البيت ويشتغل إداريا ويشتغل فنيا والنهاردة يعني حتى يعني فكرة الغموض الحقيقة فيه غموض كبير جدا بيسيطر النهاردة على الموقف أنا مش يعني مش عارفة سببه ومش معروفة دنيا توصل إيه لحد دلوقتي وماعتقدش أنه كلامي كتير هيوصلنا لحاجة خاصة في ظل أن انت بتكلم آخر أخبارك النهاردة يعني وصلت أنه لعبة منتخب مصر رفضين يرجعوا بكرة في الطيارة الخاصة دي اللي تم إرسالها ليهم ومصرين أنه هم يكملوا البطولة ده وجهة نظرهم هم والخلاص يعني يعتبر الموتش انتهى ويعتبر أنه احنا مهزومين ثلاث نقاط ولسه باقي المشوار ويعني يمكن النهاردة عدد كبير جدا من اللعيبة من خلال حساباتهم على السوشيال ميديا قال لك مش هنرجع احنا مكملين البطولة فده مستقبل وده وجهة نظر اللعيبة وجهة نظرنا كلنا جهة نظر 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 شكرا ل yahسر وعنه وعنه